السلام عليكم الدراري الفيفا كتغنى بزياش وحاكيمي وصراحة نعطاو وحد لانديس لمنتخابات الأخرى على المنتخب دياننا وايضا القوة الضاربة نبدو بالتفاصيل نشرش الصفحة الرسمية للفيفا عبر مواقع توصل الشمعي الفيسبوك تدوين بخصوص لائحة المنتخب المغربي النيائية التي سيلاعب بها المونديا وعلقت عليها المغرب بالقوة الضاربة استعدادا لكاس العالم حراس ممتازون ودفع صلب وسط مبدع وهجوم ناري وجه الفيفا تحديدا لخصوم المنتخبات في المجموعة السديسة وقال على بلجيكا كرواتيا كندا الاستعداد جيدا في المجموعة السديسة فأسود الأطلس قادمون وبخصوص زياش وحاكيمي هاتي اللي قالوا نشرت الفيفا على حسابه الرسمي بتويتر منشورا قالت فيه الجهة اليمنى لمنتخب المغرب في كأس العالم تملك كل شيء لإلحاق الدار بالخصوم وهذه تدوينة كمكتفة حاليا صورة زياش وحاكيمي وحاكيمة كدر أيمن وزياش كجنه أيمن وبالتالي سيكون القراش بينهم واليزين دو وأيضا توغولت من الطرف الأيمن وطمعنا بإلحاق تعرفين من تستخدم هذا الطرف لأنني تكون هناك لاعبين ومعارفين وصراحة لا تتلق لأنه لم يتلق أيضا في كأس العالم لكن لتتلق في صفية العالم 2018 كنتمنى اوضع اضافة لخوش. شكون بالنسبة لكم اللاعب او اللاعبين اللي قدروا يبانوا بشكل خرافي هذا المواضيع في المنتخب المغربي. وصراحة خاصة استغلوا للجيلة دا راعدنا لاعبين كحسدنا عليهم العرب ولا فريق كامل حتيت لاعبين القيمة كبيرة وكنتمنى وعطوشي حاجة هذا المنتخب دا مشيبح الاسماء اللي فتت ديما كيجيوا لاعبين كبار وفي الاخر ما كعطاولوا البلاد دي عندها. شاء الله وليفازكم.